نتيجة لتدمير بعضها تحتاج الملاعب والأندية الرياضية في عدن لإعادة تأهيل ويطالب الشباب والرياضيون بالعمل على إعادة تعشيب الملاعب وتجهيزها وتوفير الآليات والمعدات التي ستساعد على احتوائهم بينما يسير لاعب العالم نحو الذهب يتراجع استحقاق لاعبين إلى التراب بين المباني وزحمتها في عدن تنتشر الملاعب الشعبية في أوساطها كمتنفس لأهالي الحي الذي يقتنون فيه والأحياء المجاورة هذه الملاعب التي صنعت الكثير من نجوم الوطن إلى العالمية هي صناعة للمستقبل وإهمال منسي يجر لاعبين إلى التراجع في زمن النجومية واقتناس الذهب ليخلق عزوفا في الرياضة ينقلهم إلى الشارع ما يؤدي إلى اكتسابهم من مارسات خطيرة مثل المخدرات والحشيش والقات والتسرب من المدرسة المواهب كثيرة والشباب يلعبون فيها أكثر ولكن المتنفسات الحقيقية والملاعب الشعبية غير صالحة تماما للمارسة الرياضة سواء إراضة كرد القدم أو إراضات أخرى لذلك نرقم من الجهات الداعمة سواء كان ممثلة موزارة الشباب الرياضة أو أي جهات أخرى كمنظمات دولية أو جمعيات غيرية تهتم بهذه الملاعب لأنها هي الأساس يقب عليهم الاهتمام بهذه المسايحات عن طريق تعشيبها وتصويرها لكي تكون صالحة للعب أقل حاقة للساعة العاشرة ليلة اللي يستفيد منها كل الفئات يقب أن يستفيد الكل يقب أن تكون الملاعب هذه منتشرح على كافة المحافظات نقل تريد كل هدف التعدد الهدف منها حفاظ على الشباب كتشاف مواهبهم ابعادهم على الانحراف ملاعب يرتالها صراحة لا يستطيع أي من الشباب المارسين الكريد غدام أن يمارسوا اللعبة بكل حرية وسهولة بسبب الأرضية الصعبة جدا طبعا هذا حتى بسبب هذه الأرضية الصعبة لا يمكن أن تخلق هناك لاعبين مهاريين فنيين حتى نحن كمدربين طبعا لما نعمل البرنامج التدريبي ونحاول ننفذ خطة جملة تكتيكية صعب جدا بسبب هذه الأرضية تعشيب الملاعب وإعادة تأهيلها لتلبي طموحات الشباب والنشأ أمر ضروري يحفزهم على ممارسة الرياضة والاستمرار في التدريب ما يسهم في خلق شباب ناضج ورياضي وواعي مع الحفاظ على صحته النفسية والجسدية وهذا يتم باستغلال المساحات المتوفرة التي ما تزال في حوزة الحكومة والتي تعرضت أغلبها للبسط والتعمير العشوائي من قبل بعض المتنفذين يجب أن يجدوا حل لتعشيب ملاعب الشعبية وملاعب المدارس ويحافظوا على هذه المساحات المساحة التي لا يتم تعشيبها والحفاظ عليها يبسط عليها الملاعب هذه هو المتنفس الوحيد أصبحت والأسف أنه في محافظة عدن بدأت تفتقد هذه الملاعب مساحة من أجل بعضهم بدأت يعمل فيها ملاعب بداخل ملاعب مباني سكنية وعشوائيات فأصبحت قلة الملاعب داخل محافظة عدن بالنسبة للملاعب الشعبية الآن الملاعب ما زالت في طور النسيان ونتمنى أن يتم الاهتمام فيها لأنها هي الأساس وهي تنمية المواهب والإبداع دول عربية كثيرة استفادت من الملاعب الشعبية واستثمرتها في تجربة نوعية ساهمت في اجتذاب الشباب لممارسة مختلف أنواع الرياضة ملاعب الشعبية وملاعب المدارس الذي الأساس في بناء اللاعب اكتشاف مهبته ملاعب ترابية وعادة ياريت هي ترابية غير صالح حتى الملاعب الترابية وموصفات الملاعب الترابية يعني احنا ملاعبنا لا نقدر نقول عليها ملاعب ترابية وهنا نقدر نقول عليها ملاعب صحة للعب فمأساة كبيرة جدا ونأسف أنه نحن الصنوات هذه كلها ما قدرناش نعمل حل لأنه ملاعب المدارس ملاعب الشعبية هي أساس بناء اللاعب وتنشأته وتطوير موهبته هل عنده موهبات ماشه عنده موهبات فين مركزه يلعب مكان الصحيح ما فيش أبنائنا لما يغادروا اليمن نشوفوا أنهم نقوم يعني يأثروا في الدول اللي يروحوا فيها كل اللاعبين الذين ينشطوا في الهندية وفي عموم حفظة جمهورية هم أساسا خارقين نشأوا في الحواري وفي الأزقة فإذا كان فيه اهتمام في الملاعب الشعبية سيكون هناك أكيد مردود لتنمية هذه المواهب تبقى الرياضة جزء مهم في تقويم سلوك الأفراد حسب ما ذكره قبراء الصحة النفسية وهذا الذي نحتاجه في إصلاح الخلال الأخلاقي الذي خلقته كثرة الحروب والأزمات في وطننا المقهور ترجمة نانسي قنقر